السلام عليكم. دلوقتي الفيديوهات اللي بيعملها برنامج اليومون بتبقى فيها اسموس فيها نعومة. طب قدر واحد عايز يعمل حركة ان الكاميرا بتتهز زي الطبيعي والعادي. ممكن واحد بيمشي فهو بتحرك الكاميرا بتهز منه. فالتأثير ده موجود ان احنا نقدر نعمله. ممكن اغلب الكاميرات الحديثة بيبقى مجهزة بحاجة تلغي التأثير دوت. لان دي طبعا ما بتبقىها غلطة بس ساعد بعض الناس بتحب نوع من انواع الواقعية. طيب هعمل موضوع ده ازاي هدخل هنا في الموبي. وهبدأ اقول له ان انا عايز اضيف مشهد جديد. وهقول له ريكورد. وهبدأ ااخد اول لقتة لية. هطلع سنة اتغيرة كده. كي ان انا معي الكاميرا وتقدر تقول له زبطتي الهردونة للعين. والليفل بالشكل دوت. وتقدر تخش في مؤسر تبعد. او تقرب. احلينا مثلا الطبيب بتاعها اهوة. واخد اللقتة دي. وبعد كده همشي بشكل دوت. واخد اللقتين. وبعد كده هبدأ اتحرك كده. واخد اللقتة كمان بيه الشكل دوت. طيب هلو ممافق. والمشهد دوت هاجي هنا اضيف له. عايزين نضيف مؤسر من مؤسرات الكاميرا. اللي هو هاند هيلد كاميرا. بالشكل دوت. تقدر تقول له تعالي نشوف الحركة. تمام. اقدر بقى اقول له لا انا عايز تشيك. يبقى يكون في. انتو تحزل. فيه هزة كده حصلت في الكاميرا. هتبان اكثر لو انت شغلت في الفيديو. كل ما بتزود المعدل. شايف كان في حفلة حواليك. والناس عم ما تزوق فيك. فيه. حركة اريخ ما شوية. هيت. وتقدر تعمل كريات كيفريم. يعني مثلا ممكن في الاول من هنا مثلا. تقول له انا عايز اعمل كريات كيفريم ان اليد ثابتة. ومن هنا كده تبدأ تقول له انا عايز اعمل كيفريم ان فيه حركة وفي الاخر برضو. ممكن تقول له كريات كيفريم. بالشكل دوت. تمام. ففي الاول تكون الكاميرا ما فاش مشاكل. وبعد كده تبدأ تبقى فيه حزة في القاميرا. بالشكل دوت. طيب. الفيلم ايه. ده انت ممكن تخلي الكاميرا تصور عادي. او تصور كأن الفيلم قديم فتلاقي فيه بعد سواء كده في الجم. تمام. برضو عندي هنا ريديا الجلداتين. بعمل ازا تضرق في الالوين. تقدر تزود وتقلل زي ما انت عايزت تضرق. اه او لا. تمام. طب الكمية بقى ديت تقدر تزود الكمية بقى من هنا. بالشكل دوت. وهنا السطوع بتاع الصورة. حس تدي تأثير مثلا انها دي. هنا بقى بتنتزي منك. او بتلف منك. طب انا لفيتها بشكل دوت. طول الفيلم واخد نفس الزاوية. كان الرجل مسلا رابته ملوحة او دي ملوحة حاجة زي كده. طيب انا مش عايز كده. تمام. لا انا عايز ان انا هاجي هنا مثلا. قلينا نضبوطها الاول. على زيرو. تمام. هنا مضبوط على الزيرو. مفيش اي مشكلة خالص. تمام. هقول له اعمل لي كيفريم. وبعد كده هاجي هنا. هقول له اعمل لي كيفريم اللي هنا. هنا مسلا. واقل له ادف لي كيفريم. تمام. واخلي الكاميرا بتلف لي بشكل جامد. وبعد فترة. هقول له اعمل لي كيفريم تاني. واخليها تتاكسي نحن تانية. تمام. طبعا مش هاي مش هعملها بزوج بيه قوي كده بس انا عشان ايه. نشوف التأثير هي بعمل ازاي. فبيبدأ يلف معي يلف معي بشكل دوت. ممكن تجي هنا مسلا هنا في المنطقة ديت. قبل ما يروح للكيفريم دوت. وتقول له انا عايز اعمل. خليها على الواحد تقريبا. او زيره ايه. وتقول له ابدأ تحرك. وبعد كده من هنا تلاقي فيه حركة كبيرة قوي. وهكذا فتقدر انت تتحكم في موضوع الحركة دوت. طيب ممكن تقول له فوكا لينتز. تبدأ تعمل زوم وتبعد. برضو تضيفها للجدول بتاعك. طيب. خلينا نشوف مسلا مش هد من المشاهد اللي موجودة هنا. ولكن دوت. تعنا نشوفه الفقر ازاي. وانا بتحرك بالكاميرا. طيب انا هقول له بقى حاجة جديدة. هقول له ان انا عايز قضيف المؤثر اللي هو هندهول دوت. وهلغدو لكلهم مش عايز ولا واحدة من دول. انا عايز بس ايه. لوقات فكسد بوينت. يعني ايه يعني هي في نقطة معينة هدالك. هي اللي تركز عليها طول ما انت بتلف. وليكن مسلا هقول له ادت لبوينت. هقول له مثلا. ليفي زي ما انت عايز بس تمام حاجة ان دي اللي تبقى في الكادر بتاعك. تمام? اوكي. طوام ما يفعش تبقى النقطين. هي نقطة واحدة. فلو بدأنا من اول لنا خالص. بص مهما يلف. هي دي موجودة في قلب المشاه. تمام? طيب خلينا نختار نقطة تانية. عشان نلفة من فكرة. ايه. قلينا اهو. هي نفس الحركة نفس كل حاجة. بس هو اختار نقطة معينة. انا وانا اختارت نقطة معينة يليف حواليه. وليكن مسلا. الطبقة ده. تمام? ما ينفعش نقطين. هي نقطة واحدة. هتقول له الشغال هيبدأ يركز على النقطة دي ويبدأ يليف حواليه. طيب خلينا نجرب حاجة تانية. اقول له جرب لي اللوك بوينت ديت. ايت. واختار كتاب من الكتب. كتاب ده مسلا. تمام? واقول له اوكي. واقول له ارجع. الكاميرا هتلف بس ايه؟ مركزة على موضوع الكتب. تمام? وهكذا. هي الفكرة كلها ان انت تختار نقطة معينة شخص معين. وتركز عليه طول ما انت بتلف. طبعا من الرزيز ان انا ممكن ان انا الخصائص بتاعة الكاميرا ديت والمؤسسات ديت. ممكن تيجي هنا تقول له الكليب دوت. انا عايز اعمل له اديت. وقول له اللي اما كوب كليب. وتنسخ منه كوب افكت. او ممكن تقول له كلير. وتنسخ كل التأثيرات الموجودة. خلينا مسلا ناخد حاجة دي دي. مجرد ان انا فعلا نتفرج عليها الاول قبل ما خاطر المؤسسات. اهي. حركة وسطها خالص. هادي هنا اقول له اديت. واقول له بيست افكتس. هياخد كل الدأسرات الخاصة في الكاميرا ويبدأ يحطها. خلينا ناخد كده لقطة قضية. ونخرج ببرا المشهد خالص. واختار مسلا بالشكل دوت. خلينا نبعد تماما. تمام? وهبدأ العب بالبوكل لينز. تمام? اعمل نفسي كيان انا قربت هنا هوا. وهبعد. انت ده ممكن تعمل حاجات كتيرة يعني تنسيرة حلو بحاجات بس خلص. هطينا اللقطة ديت. وبعد كده هاجي بقى في اللقطة التانية. هعمل ايه بقى? اغير البوكل لينز دوت. وقرب انا بالزوم على البيت دوت. او الفيلا ديت. عشان نعمل مؤثر كده ايه? الزوم. بقول له خد لي اللقطة ديت. فهلا بقى نشوف هاي عملها ازاي. بحس ان في ايه? آآ نزوم النحلات بالعنصر بتابعت عن بعض. بحس بص في مؤثرية كده ان الحاجات بتابعت عن بعض. دي ساعة راحب بيلاقيها في افلام. تمام. ارجاز بس بش سريع. فانتنا مش فتاب بسرعة. هيعجبك المؤثر. بص. بدأت الاشجار بتزهر بشكل جميل جدا. والاشجار بتزهر بشكل جميل جدا. فدي ممكن تحطها كده في اول الفيلم بتاعك بشكلها حل.